موسيقى نبدأ بمحاكمة هامة كان من المفترض أن تجري إحدى جلساتها النهاردة في محكمة جنايات القاهرة ثاني الجلسات للنظر في اتهام الدكتور محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان وخيرة الشاطر ورشاد بيومي نائبي مرشد تنظيم الإخوان و33 آخرين كانوا متهمين في قتل عدد من المتظاهرين حوالين مكتب الإرشاد في المظاهرات الشهيرة اللي نقلناها لحضراتكم منذ عدة أسابيع أو شهور وقتل فيها عدد من المتظاهرين السلميين اللي تجمعوا حوالين مكتب الإرشاد الموجود في ضاحية المقطم النهاردة وفي تطور هام للغاية تنحت هيئة المحكمة عن النظر في القضية لاستشعارها الحرج وأرسلت الأوراق مرة أخرى إلى محكمة القاهرة نتابع جزء من هذه الجلسة ونعود لاستكمال الجولة الإخبارية في الجناية رقم 6178 لسنة 2013 المقطم يعني في كل جناية على حدة المحكمة ما ضمتهمش التنحي عن نظر كل من الجنايتين لاستشعارها الحرج وإرسالها إلى معالي المستشار رئيس محكمة استناف القاهرة لأحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها مع استمرار حبس المتهمين إذن في هذه القضية التي اتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر ونائبه رشاد بيومي و33 آخرين من قيادات الإخوان وكانت عريضة الاتهامات تحتوي على عدد من التهم الخطيرة للغاية اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم بعض هذه التهم التحريد على القتل الشروع في قتل المتظاهرين تزويد المتهمين بالأسلحة هذه الاتهامات إذا أثبتت على المتهمين ومنهم محمد بديع وخيرة الشاطر قد تصل العقوبة إلى الإعدام شنقا لأنه ذهب في هذه الأحداث تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين في هذه الأحداث إذن هي محاكمة هامة للغاية الجميع كانوا في انتظار ثاني جلسات هذه المحاكمة ولكن عادت هذه المحاكمة مرة أخرى إلى نقطة الصفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر